أبدأ مباشرةً مع الأستاذ جورج عدوان مساء الخير أستاذ جورج مساء الخير إلك للمشاهدين أهلاً وصهلاً فيك جاي واصل لعنا من علي كان في مهرجان انتخابي للحزب التقدمي الاشتراكي حليف كنت صحيح تشوف علي صح من الأماكن اللي اتحالفتوا فيها مع الحزب التقدمي الاشتراكي لا اتحالفنا وين ما كان إلا بالبقاء على الغرب إلا بالبقاء على الغرب تركتوا وائل أبو فعور أو هو ترككم ما بعرف ما أحداً ترك التاني قعدنا سوا بالنقاش شفنا أنه مصلحة الفريقين نكون على ليحتين مختلفين يعني افترقنا بالاتفاق مش بالبخناقة العكس ووائل كان عنده دور كبير بكل الاتصالات يعني كانت عم بتصير بيني وبين أستاذ وليد جملات وبعدين بيني وبين أستاذ وليد جملات تايمور جملات والعكس كان متحمس للاتفاق بين الحزب الاشتراكي والقوات ها كل حال رح أحكي عن الدوائر اللي أنتو نزلين فيها نعم قلنا من الشوف علي إلى باقي الدوائر والمحطات نعم إلى ماذا تطمحون أو بماذا تتأملون بحصيلة الانتخابات يعني ب16 أيار كتلة القوات الجمهورية القوية رح تزيد رح تنقص رح تضل مثل ما هي ما بنعرف كل هاي دي الأمور رح نحكي عنها بس بديبلش بالأول من الشكاوة يعني اليوم في شكوى بحقكم رئيس التيار الوطني الحرج بران باسيل تقدم ضدكم بشكوى أمام هيئة الإشراف على الانتخابات للتجاوز الفاضح لسقوف الانفاق الانتخابي بشكل فاضح أنتو حزب الكتائب ولكن قال أنه التفاوت الكبير لمصلحة القوات على الكتائب يعني أنتو الأكتر وطلب إحالتكن إلى النيابة العامة لانطباق وصف الجرائم المالية والجزائية على مخالفتكن الثابت ارتكابها وقت الواحد بيتوجه لهيئة وبيحترم توجهه بده يقول بين إيدي في الوقائع التالية وبيترك للهيئة هي توصف إذا في تجاوز أو لا أنا برأيي حسنا فعل هيده أحسن طريقة لحتى الواحد يتعاطى بالشأن العام نحنا بانتظار أنه يقدم المستندات اللي عنده هن لهيئة الإشراف ونحنا أحد أهم نقاط ارتكازنا ومواقفنا كحزب هي أنه نحنا تحت سقف الانون والقضاء إذا شافت هيئة الإشراف إنه في أي مخالفة نحنا تحت القانون مش فوق القانون وجبران باسيل كذا مرة لطش أنه في أموال عم تنصرف في ذات مصاري فات مصاري من قبل القوات نحنا بقصة البيلبورت نحنا حزب منظم عنده مكينة كتير منظمي وبيبرمج أموره قبل بوقت استي جورج ويعني عنده أنا ما بدي أدخل بالتفاصيل عنده كتير علاقات مع كتير أشخاص يمكن يمتلكون جزء من البيلبورت أنا ما بدي فوت بالتفاصيل ما نجيين نعمل هيدا إنما نحنا حزب منظم نعرف القانون نعرف شو حدود القانون وشو حدود الصرف الانتخابة رغم أنه التقديمات حضرتك بتعرف هاي تقديمات عينية تدرج يعني كلها أنا بقدر أكيد أنه كل هالحملة هي تحت سقف ياللي هو مسموح لألنا كحزب عنده لوايح بالأخير نحنا نخضع لهيئة بالأخير أنتو تحت سقف القانون طيب خارج حتى ما نروح على شغلات خارج إطار هالشكوى وهالموضوع يعني دايما عم نسمع طالما سيريو انفتحت دايما عم نسمع عن قصة الإنفاق وفت المصاري وزد المصاري ودايما يعني يغمز من جانب القوات أنه التمويل من الخليج أو من أمريكا أنا بيزوم أنا بيزوم بشكل كتير واضح وصريح أنه نحنا ما عم نتلقى أموال لا من الخليج ولا من أمريكا نحنا الحملة الانتخابية تابعنا الحزب صار له سنتين ثلاثة عم بحضر متما قلت هن المشكلة مع بعض الأحزاب أنه هي أحزاب مختصرة بأشخاص نحنا حزب ما كانا يعني اغتراب بس هن مفاجئين هلأ بالغير مقيمين كيف منظمين نحنا مكانتنا أنه شو في شي فاندريزنج يعني بيجي من مغتربين بره أكيد 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 لأنه يعني واضح في محرحين يعني هلأ اللي عم بسألك يعني أكيد أنت بتسمعوا كلكم تسمعوا قصة أنه عم بيجيكم أموال من الخليج أو من أمريكا في المرشح عمر حرفوش قال من إسرائيل تماما عننا على التليفزيون ونحنا بالمقابل داعينا عليه وهون أنا بدي يذكر وقت الانت بتتداعي مثل قصة العلاقة مع العدو الأسرائيلي بجناية بهالخطورة بتكون عم ترتكي بجناية يعني الادعاء بجناية هو جناية إذا طلع ادعاء وده يتحضر استاذ عمر حرفوش لأنه برأيي أنا عم يرتكي بجناية بالدعاء وهذا عم نحكي إن وإن هون وكل واحد بيتداعي بجناية وما بيقدر يثبتها بيكون عم يرتكي بجناية لأنه هو جنيات معايد كلام فلا بتعرف المرحلة الانتخابية بيقدر الواحد هيكي يزد تشماله يمين بس وقتل أنت بتروح بمواضيع خطيرة لحتى تتهم ناس إما بأخذ أموال أو بالتعامل مع العدو عم بتروح على محل لا خطير جداً بتقدمتوا بدعوة؟ إذا حضرنا رح نتقدم بعد العيد دغري بالمناسبة أنا بدي إذا سمحت لأنه قلنا بعد العيد دغري أنت وأنا بتصور ما نتوجه لكل اللبنانيين بأحر التهانة بعيد الفطر السعيد السعيد ونتمنى لهم أنه يجي بغير الظروف على لبنان لأن هذه الظروف لا بقى فيه عياد ولا بقى فيه فرح فيها عاك الحال ملهيين بالانتخابات نعم لكن بعد العيد رح بتتقدموا بالدعوة على عمر نعم السيد عمر السيد عمر حفوش على كلامه طالما عم نحكي عن هذا الموضوع يعني بخليني تلقائياً اسأل عن العلاقة مع المملكة العربية السعودية نعم يقال دائماً أنه القوات أو الدكتور جعجع هو الحليف الأول للسعودية في لبنان هل صحيح أنتم الحليف الأكثر تميزاً للسعودية في لبنان؟ هون خليني أقول لك الاختلاف بالمقاربات السيد جورج نحن بالأساس حزبنا قائم على نظرة أساسية هي نظرتنا السيادية للبنان وقتل نحكي سيادة ما فيك تحكي سيادة بالنسبة لدولة وما تحكي سيادة بالنسبة لدولة تانية يعني إذا أنا قلت نحنا ضد تدخل إيران بقرارات الدولة اللبنانية أو بالشؤون الداخلية اللبنانية نعم هل أنا بقدر أقول هذا الكلام وبسمح مثلاً لأمريكا أنه تتدخل؟ أكيد لا وقاله بكون أنا ما عم طبي معايير يلي بتخلي الواحد يحترم حاله نحنا بنعتبر أنه العرب في مصلحة للبنان أنه يكونوا على أفضل علاقات مع العرب مش كأفريقاء كدولة لبنانية أنه لبنان بلد في أربعمية وخمسين ألف لبناني ببلاد العربي عم يبعثوا لأهلهم بالأرقام مليارين مئتين مليون دولار بالسنة وقت اللي كانوا لحد الـ 2011 يجوا يصيفوا بلبنان بيصرفوا بين الأربعة مليار والأربعة مليار ونصف بالسنة ثلاثة ولا مرة هالبلدان العربية دخلوا بالسياسة الداخلية بلبنان كانوا عطول بيدعموا الدولة بدي أذكر أنا وقت الحرب بالـ 2006 مع إسرائيل ما قاموا كل العرب وساهموا ببناء لبنان تم اليوم لو لسا ما حالله صار شي نحنا والعدو ما بقى عنا صاحب هاي دي المقاربة نحنا عم نقول هالعلاقات العربية يلي حزب الله عكرة وقت الراح حارب بسوريا وقت الحارب بالعراق وقت العم يحارب باليمن منا شغلتنا لا نستفز البلدان العربية ولن خنقون ولن عرض شبابنا للموت لأضايا أخرى هاي دا هو المنطلق الباقي كله علاقاتنا أفضل علاقاتنا مش أفضل نحنا نريد العلاقات أن تكون بين الدولة اللبنانية وبين السعودية وبين كل بلاد العربية بس نظرة السعودية لألكم يعني قبل مغادرة السفير البخاري وقت الأزمة مغادرة كان آخر الزيارة لمعراب هلأ بدي إلاك بلبنان خلينا كان الإفطار ربما يمكن الوحيد يلي على مستوى كير للبا كان على معراب سي جورج يعني هيدا بدل أنه في تنييز أو في نظرة مميزة لدكتور سامير جعجع وللقواد من قبل المملكي ليش رح جاوبك رح جاوبك حتى بنقال أنه رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جملات بفترة من الفترات كان منزعج أنه أنه ليش هلأ صار سامير جعجع الحليف الأقرب إلى السعودية نحن نريد لبنان حليف للبلاد العربية نحن نريد الدولة اللبنانية تكون هي علاقتها بالدول العربية ونحن لا نؤمن أنه لازم أي دولة أو عربية أو أجنبية تدخل بالشؤون الداخلية للبنان هيدا موقفنا كحزب قوات لبنانية هلأ هون بكتشوف شغلة تانية حضرتك من أكثر الناس ثقافة واطلاعا على التاريخ اللبناني اللبناني قد ما مرأ عليه دول وأناصل وكذا صار يفاخر أو هيك عنده بخلفية رأسه حب هيك التعاطي مع الدول برا نحن كتر خير الله هيدا مش منا مصابين بهالشغلة نحن إذا علاقتنا جيدة مع الدول العربية هي لتكون دولتنا علاقتها جيدة ولننقى بنفسنا أما أن نوظف هذه العلاقات لإلنا كحزب بمفهوم معين لابدنا إياها وأنا برأيي مش هيدا طريق بس مش هلقد يعني الأحزاب والحياة السياسية مش هلقد فيها الطبوية بالنظرة عم تسألني أنا على قليلة بقول لك رأيي أوكي عم تقول رأيك مالش أنا عم قللك رأيي ويعني بفتكر أنه هيدا الرأي لازم كالبنانيين نضل نكرروا إذا في أي حدا بيتجاوزوا بخطوط معينة لازم نعيدهم لهنه هيدا حقيقة التعاطي خليني انتهل لملف الانتخابات والتصويت والاقتراع نحن هالأسبوع عنا اقتراع المغتربين نعم الجمعة بالدول العربية الأحد بالدول الأوروبية والغربية كان عندكم جلسة طرح الثقة دعيته لإلى طرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله أبو حبيب يعني أصلا طلبتوا شيء بالمنطق السياسي بلبنان ما كان راح يسير يعني شو كان الهدف من هذه الخطوة وخصوصا إنه طيب ما اكتمل النصاب بس حتى يعني من قبلكن ما حضر يعني مثلا السيدة جعجع ما حضرت النائب زياد حواط ما حضر يعني حتى من قبلكن في ناس ما حضروا لا قليني أقولك السيد زياد حواط السيدة جعجع كان عندها ظرف خاص فقط ما حضرت مش لأنه ما بده تحضر سيد زياد حواط كان قريب من المجلس وكان متجي كان عنده ما وعده مأخر هاو اتنين الوحيدين الغابو وهو عالطريق اتصل وعرف إنه ما فيه نصاب ما فيه نصاب من ثلاث سنين يعني من بعد من أيلول 2017 نحنا بأيلول 2017 طلع رئيس الحزب على اجتماع بعبدة وطرح شغلة مهمة قال نحنا بطريقة شغلنا وطركبتنا مش ما شرحة تعوا نستقيل من الحكومة نعين حكومة اختصاصيين ونروح على انتخابات مبكرة نحنا وعينا إنه هذا المصار ما فيه كفة هيك بس هلا رح كفة لأكتر أقول أنا نحنا بعد الانتخابات فردا جينا أكترية أو ما جينا نحن لن نشارك بأي حكومة من حكومة أكترية سيادية أو منكون معارضة يعني حكومات الوفاء الوطنة ومع حزب الله محافظ على سلاحه ومع ومع ما بقى تركها هالممارسة يلا عم نمارسها هي جزء من ممارسات بدأناهم بأيلول 2017 ومكافين فيهم بس خلينا أعطيك مثل نحنا قيمت لأيامي لأنه ما استقلنا من المجلس إذا أنا بعدد لك كم شغلة بالمجلس وقفناها أخرا الكابيتل كونترول تعرف وبيعرفوا الناس أنه إذا بدك تمارس بالمجلس بطريقة رقابة وكذا ولو كان عددك قليل تقدر تعمل ديناميكة معينة نحنا أخدين قرار أنا أقوله لللبنانيين لحسبونا من هلأ خلاص كل طريقة الشغل يلي صارت بالعشر سنوات الأخيرة في لبنان ما بقت تنفي يعني إذا بدنا نقول بداية بعض الانتخابات ما رح تشاركوا ولا بأي حكومة إلا إذا كانت عنا الأكترية وهالأكترية الأكترية مين يعني هلأتوا مين لأنه المشكلة إنه ما عاد في حلفاء يعني رح جاوبة اليوم بلبنان عم بيجربوه يعني المعركة الواطلة المعالم يعني نحنا عم نخود هي معركة استعادة قرار الدولة من حزب الله ومن يلي ماشي معه تحديدا الطيار الوطني الحارب نحنا إذا ما جبنا أكترية نحنا والسيديين يعني خلينا أعطيك مثل نحنا اليوم همنا بـ 15 أيار نحنا مش قدرين لحالنا نجيب أكترية نحنا بتزيد علينا الكتائب بتزيد المستقلين السيديين معهو كلهم طموحنا نعمل جبهة سيادية أو تكون الأكترية وتحكم وتفرج اللبنانيين تعيد العلاقات تعمل اقتصاد مرتب هلوم مجره أو منا نترك حزب الممانعة وحلفائه هن يديروا البلد ويتحملوا النتيجة يعني ما بقى فيه نحنا نغطيهم ونتحمل معهم النتائج تبع سياستهم تابعال يعني أنت بتعتبروا أنه الكتائب وأنتو والمستقلين يعني مثل ميشال معوض ونعمة الثام وفؤاد مخزومة وحزب التقدم الاشتراع كل واحد سيادة نحنا مستعدين نعمل معه جبهة كلنا سوا أريضة ونجي نطرح كلنا سوا أولا نطرح تاب ليش ليش ما نزلتوا سوا بالانتخابات بالوقت يلي منشوف أنه أنتو نازلين ضد بعضكن يعني كل هالمكونات اللي عم بتقلي عنها أنه أنتو بتكون شكل وجبهة سيادية بالدواير الانتخابية عم بتتعاركوا مع بعضكن استي جوج وهيدا بينعكس سلباً عليك ونبخلي الطرف الآخر يربح صح استي جوج أول شي صار حدث مهم هو 17 شريط أعاد خلط كتير من الأوراق وبعدنا عم بعطي مثل فيه تسع نواب استقالوا وكنا نتمنى أن لا يستقيلوا وصار عندهم موقف مسبق لأنه هني شايفوا الاستقالة بتاعتي نتيجة نحنا شفنا وبرهننا أنه ما بتاعتي نتيجة صار فيه افتراق هذا القانون بحد ذاته يسمح لعدته عطيت مثل خضرتك عن الاختلاف بالبقاء الغربة نحنا والحزب الاشتراكي رغم تخالفنا هلأ يلي صار صار نحنا خاولنا لم نوافق إنما أنا عم قول هلأ وبعتقد هلأ عم بقولوا ذات شي 16 أيار يوم آخر إن شاء الله السياديين وينما كانوا يكتر عددون نحنا إيدنا ممدودة لنقعد كلنا سواء نحنا وياهون نكون عم نخوض هالمعركة استعادة ماذا لو أدى ماذا لو أدى